موسيقى موسيقى ماذا بعد وصول طرفي المشاورات إلى السويد؟ هل يتوقع من هذه المشاورات تحقيق حل جذري للأزمة اليمنية؟ أم هي صفقة تبادل معتقلين قد نسقت؟ ولن يتعدى الأمر ذلك؟ موسيقى أهلا بكم إذن اكتمل وصول وفدي المشاورات إلى العاصمة السويدية سوكهون بعد أن لاحق وفد الحكومة التشاوري بوفد الحوثين الذي وصل السويد بعد أن غادر صنعاء مع المبعوث الأممي مارتين جريفث جريفث نفسه أعلن قبل ساعات أن المشاورات ستنطلق غدا لكن كيف ستجري هذه العملية؟ بالأمس صرح عضو الوفد الحكومي عثمان مجلي لقناة بلقيس أن جولة المشاورات هذه ليست مباشرة ولن تستمر لأكثر من أسبوع من جهتها رحبت كل من واشنطن ولندن وستوكهون بنعقاد هذه المشاورات ودعت الأطراف إلى التعامل الكامل والصادق معها المؤشرات والتسريبات تقول أن الوفدين يعملون على حلحلة ملف الأسرى والمعتقلين بالإضافة إلى مشكلة وصول المواد الإنسانية وفتح مطار صنعاء بعيدا عن الوصول لحل جذري للأزمة اليمنية ومسببات الحرب التي تكوي اليمنيين منذ أربع سنوات وفد الحكومة وميليشيا الحوثي للمشاورات لأصلان العاصمة السويدية ستوكهولم بعد ضغوط دولية مكثفة لعقد جولة جديدة من المحادثات الجولة التي ستنطلق غدا الخميس سبق وأن فشل المبعوث الأممي في عقدها في سبتمبر الماضي بسبب تعنت ميليشيا الحوثي لكن هذه المرة يبدو أن الأمم المتحدة والتحالف رضخا لشروط الميليشيا بشأن إخراج بعض قياداتها بينهم شخصيات إيرانية ولبنانية حسب ما تؤكد الحكومة ضمن صفقة إخراج الجرحى إلى مسقط ملف تبادل المختطفين والأسرى يبدو أنه سقف هذه المشاورات وملفها الرئيسي حيث صرح رئيس ملف الأسرى في الوفد الحكومي هادي الهيج ألو تم توقيع اتفاق بين الحكومة والميليشيا يقضي بموافقة الحوثيين على الإفراج عن 1500 إلى 2000 معتقل بينما ستفرج الحكومة عن 1000 إلى 1500 من عناصر الميليشيا وأضاف الهيج أن من بين المعتقلين الذين سيفرج عنهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي وشقيق الرئيس هادي ناصر منصور على الصعيد الدولي رحبت واشنطن بالمشاورات المزمع عقادها غدا في السويد داعية الأطراف إلى الانخراط فيها بشكل صادق في الوقت الذي بذلت فيه دولة الكويت والسويد جهودا دبلوماسية ولوجستية كبيرة بهدف إنجاح هذه الجولة ولا يبدو أن هذه الجولة ستحقق اختراقا يتعلق بإزالة أسباب الحرب في البلد أو تبحث تنازلات لها علاقة بإعادة السلام كما يسوق المسؤولون الأمميون إنما هي صفقات تتعلق بالجانب الإنساني والإغاثي يراد من خلالها تسويق نجاحات محدودة للقائمين عليها في ظل تجاهل الأزمة الحقيقية الإنقلاب والسيطرة الخارجية مجدد ترحبكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني كما أرحب بمن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من عدن وكيل وزارة الثقافة الأستاذ عبدالهادي العزعزي أهلا بك أستاذ عبدالهادي إذن غدا ستنطلق المشاورات في السويد ما الذي تتوقع منها وفقا لآخر المعلومات لديك عمليا لا نتوقع أن تكون هناك نتائج كبيرة تؤدي إلى إيقاف الحرب لكنها مجرد تهديئة ومخدر ليتمكن الحوثيين من زراعة ملايين من الألغام لكن هذه المرة بحماية الأمم المتحدة وبحماية من دبي مجلس الأمن خصوصا الممثل البريطاني للمملكة المتحدة بشكل عام أي أن البريطانيين سواء كانوا ممثل الأمين العام أو ممثل المتحدة يسعون إلى تحقيق اختراق كبير وفرض مفاوضات ومساومات مرتبطة بالأجندات البريطانية لا أعتقد أنها سوف تحلحل شيئا على الأرض من يسعون إلى أن يساو بين أسرى حرب وبين معتقلين محددين بقرارات دولية كملف للتبادل وبين من يعتبرون الأزمة في اليمن أطرافا ولا يعتبرونها بين انقلاب لا شرعي وميليشيات مارست قتل وتدمير ترفع الموت شعارا لها وبين حكومة شرعية معترف بها وبين تحالف عربي قائما لدعم هذه الشرعية بموجب من الميثاق الأمم المتحدة وبين سلطة شرعية موجودة على الأرض هي مسؤولة عن الجميع وتعتبر هذا شعبها الجميع ينتظرون أو يتمنون أن يكون هناك سلاما دائم لا مقرد وضع قنبلة قابلة الانفجار في الشارع اليمني في المرحلة المستقبلية إذا تمت أنصاف حلول لا تؤدي إلى حل الإشكال بشكل حقيقي هذه المرة تقود لا إلى حلول ولا إلى أنصاف حلول ولكن سوف تعمل على تخفيف العبء الكبير الذي كان محرقا جدا للحوثيين وهي ملف الاعتقالات التي تربو على 20 ألف كما تصرح بعض المصادر في الحكومة وفي حقيقة الأمر لا نعلم كم عدد المعتقلين من الشعب اليمني قيادات سياسية وقيادات الحكومية وإدارية وعسكرية يتم اعتقالهم وهم رهن الاعتقال أشبه بالمعتقلات النازية في الحرب العالمية الثانية لا زال الحوثي إلى اليوم مصرا على استمرار الحرب حتى آخر نفس تم تحويل المئات من المدارس إلى أشبه بمدارس داخلية تذكرنا تماما بما كان يمارسه الفاشيس والناديين وأيضا ما مارسته بمعات الميجي في اليابان في بداية الحديث عن هذه المشاورات والمتوقع منها بالأمس صرح عضو الوفد الحكومي لهذه المشاورات مجلي لقناة بالقيس يتحدث على أن هذه المشاورات لن تكون مباشرة وستستمر كما يقول إلى أسبوع ما الذي تعنيه أن تكون هذه المشاورات غير مباشرة أي أنها لن تكون طاولة مستديرة أو مشتركة بين طرفين يمارسون عملية التفاوضة تطرح أجندات برنامجا موحد خطوات وإنما سوف يتم الاستعاضة بناقل داخلي بين وفدين ربما في غرفتين مختلفتين هذه المشاورات قد تكون بواسطة ممثل الأمين العامل والمتحدة الذي يبدو أنه على المستوى الشخصي له وليس على مستوى القضية يريد أن يحقق نجاحا على الأقل مقابل ما كان حققه سلفيه في هذه القضية الممثلين العربيين المغربي والموريتاني الذين توالى على هذا المنصب قبله يسعى البريطانيين بأن لا يفشل الممثل البريطاني وتدفع المملكة المتحدة بكل قوتها لإبقاء هذه الجماعة وأيضا لإنجاح ولو مشاورات شكلية أدت نتيجة أم لم تؤدي وكأننا أمام رجلا أقسم يمينا بأن ينفذ هذا الشيء ما مدى عدالة هذا القسم وهل يلجم الآخرين هو يلجم نفسه به هذه المسألة إذا لم تحترم المرقعيات الأساسية للأمم المتحدة المتمثلة كما تزعم الأمم المتحدة عبر أمينها العام أو ممثلية الأمينة العام أنها منظمة إنسانية صرفة لا تسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية لكن هذا الكلام غير مراهن عليه كيف سوف يتم إطلاق أسرى ما هم لدى الحكومة اليمنية الشرعية هم أسرى أما ما هم المتواجدون في المناطق سنعود إلى هذه النقاط سنعود إلى هذه النقاط لكن دعنا نشك معنا في الحوار الآن الدكتور فيصل عواضي مستشار وزارة الإعلام الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض أرحب بك دكتور ما الذي تهدف الحكومة بالضبط إليه في هذه الجولة من المشاورات ما هي المكاسب التي تريد الوصول إليها بالضبط بسم الله الرحمن الرحيم نشاء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام الحكومة هي استراتيجية تواضحة منذ اليوم الأول أن الانقلاب يتسعى لاستعادة الشرعية التي هي حق من حقوق الشعب وليست حق لأفراد ودعب الحكومة في هذه الجولة يعني هو استجابة للمساعي الإنسانية والنوايا الطيبة التي تبديها الشرعية الدولية سواء من خلال أمم المتحدة ومن خلال الدولة الفاعلة طبعا المشرفة على العملية السياسية في اليمن الدولة الثانية والثمانية عشرة الحكومة لا تسعى لتحقيقها أي مكاشب هانية ووقتية لا هي عندها استراتيجية لا بد من شعارة شرعية الدولة وإنها معاناة الشعب ولهذا تذهب إلى المشاورات لهذه الاستراتيجية ولا شيء آخر يعني هل أفهم دكتور فيصل أن هناك رغبة في الحل في هذه المشاورات أم أن هذه المشاورات فقط ستدور حول مسألة إجراءات بناء الثقة ما هو سقف هذه المشاورات بالضبط؟ طبعا إجراءات بناء الثقة هو مصطلح على أساس أنه كخطوة على طريق تنفيذ القرار الدولي أو القرارة الأممية وفي مقدمة القرارة من عشر الستعش الذي مشه صراحة على إطلاق الجميع الأشرى والمختطقين وحدد بالإسم جموعة منهم وبالتالي هناك خطوات أخرى التي هي انشحاب المدن وتسليم الأسلحة وحل الماليشيات وإلى آخره فكانت هذه الخطوة تبرت بناء الثقة يعني من إسباب جدية من جهات الماليشيات أنها تطلق هؤلاء لكي نتشاور حول تنفيذ أو آلية تنفيذ بقية النقاط أما الحكومة طبعا هي شاعدت المجتمع الدولي في القبول بأن تطلق الأشرى مقابل المختطقين والمعتقلين وقد يقول قائلا بأن هذا تنازل من جانب الحكومة يعني متنازل كبير لكننا نقول أن الحكومة هي مسؤولة أخلاقيا عن كل مواطن حتى أولئين الأشرى هم في الأخير مواطنون مغرر بهم ومن حق الحكومة يعني الحكومة هي تسعى لحل معاناة أو مشكلة أي مواطن تم التغرير به طيب دكتور فيصل في مشاورات الكويت لا نتحدث عن جينيف لأنها لم تتم في مشاورات الكويت كان الحديث عن نقاش حول مسألة الترتيبات الأمنية والسياسية وكان بعد ذلك تم التحدث عن إجراءات بناء الثقة هل سنعود إلى نقطة النقاش حول مسألة سحب الإسلحة وعملية نقل السلطة أم أن هذا الأمر لن يتم خلال هذه المشاورات طبعا المرجعيات واضحة نحن الهواصل الشرعية والحكومة الشرعية تنطلق من المرجعيات التي التزمت بها أمام الشعب والتزم بها العالم معها وأيدها هذه المرجعيات الثلاثة المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي المبني على هذا والمبارك هناك قرارة دولية أيدت المبادرة الخليجية وقرارة دولية أيدت الحوار الوطني وجاء القرار 22-16 لكي يضع خارطة الطريق لإنهاء الإنقلاب نحن هذا ما تريده الحكومة الشرعية ما تريد الوصول إليه ويعني لا نشج به هذا الحل هذا هو موقف على العالم أن يلتزم بتنفيذ هذا القرار كونه اتخذ إيمانا من الشرعية الدولية بأن هذا الإنقلاب جاء ليحول دون استمرار مشيرة ديمقراطية فيها مدنية على الحوار وكشادقة في تاريخ حتى الأنظمة العربية أو في تاريخ المنطقة العربية هذا ما كان يمنيون قد قدموه في مجتمع الحوار الوطني هو نموذج لحل الخلافات هذا الأمر واضح دكتور لكن ماذا عن صغف المشاورات هذه لم تعطني إجابة واضحة حول ذلك ما هو الصغف الذي ذهب الوفد الحكومي المكوم من 12 عضوا ليتشاوروا عليه مع الحوثيين هناك ما هو الصغف بالضبط؟ الصغف هو تنفيذ مقرارات تنتيزا لقرارة الأمم المتحدة والمرجعية التي تفعلها لا يوجد أي خيار آخر أو أي رؤية أخرى لدى الحكومة الشرعية غير الانطلاق من هذه التواريخ شكرا لك إذن دكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام كنت معنا عبدالهاتف من الرياض بالعودة إليك أستاذ عبدالهدي سمعت ما تفضل به دكتور فيصل كيف ترى الجهود الحكومية فيما يتعلق بالانخراط في هذه المشاورات إلى أين ستصل في تحقيق متطلبات الشعب اليمني وتحقيق يعني انتصار دبلوماسي أو سياسي إن صح التعبير في سياق المعركة ضد الإنقلاب لا أعتقد إجمالا أن هناك انتصارا لا سياسيا ولا دبلوماسيا ولا أيضا مترافقات هذا الانتصار على كافة المستويات هناك فروضا أو ضغوط دولية كبيرة مورسة ضد الحكومة الشرعية مورسة ضد التحالف العربي مارستها دولا أعضاء في مجلس الأمن الدولي مارستها الكتلة الغربية بالذات الكتلة الأوروبية إجمالا الكتلة التي كانت لها تنسيقا كبير عبر منظماتها الإنسانية ومع الأسف الشديد مارستها الأمم المتحدة التي تذرف دموع التماسيح على الوضع الإنساني الذي يعانيه اليمنيين نحن نعاني وضعا إنسانيا مزريا منذ أن دخل الإنقلاب الحوثي إلى العاصمة وتوسع في بقية المناطق نعاني رهى حرب أربع سنوات في كل المناطق وزع الحوثي رائحة الموت على كل مكان لماذا وقف المجتمع الأوروبي باتجاه الحديدة فقط لماذا ترفض الأمم المتحدة نقل مكاتبها من مدينة الحديدة نحن بلدا له ألفي كيلو متر من الشواطئ وله العشرات من الموانئ لماذا فقط يتتم المسألة عبر ميناء الحديدة وهناك إصرار عقيب وقوي وهناك تعذر بالمسألة الإنسانية الحوثيون على طوال أربع سنوات طوال أربع سنوات يحتجزون المواد الإغاثية بنوا معسكرات اعتقال في كل مكان حولت ما كانت تعرف بمدن الصالح وهي المشروع الذي كان مضافا ببقية إلى معتقلات بإضافة إلى المعتقلات والمعسكرات وعشرات المعتقلات السرية لا نعلم إلى اليوم هناك من يبالغ ويقول ما أكثر من أربعين ألف معتقل هم المعتقلين الذين يحتجزهم الحوثيين مارسوا مصادرات لممتلكات الناس مارسوا قرائم حرب مختلفة ربما تلقى أغلبها إلى ما مارسوا النازيون في فترة الحرب العالمية الثانية بالذات فيما يخص العذال السامية وأيضا مواطني الدول الخصومة التي كان يعتبرها النازيون كذلك اليوم الجميع يكرر نفس الآلية اليوم الجميع ينظر إلى الشرعية ويمارس ابتزازها إلى أقصى حد ممكن وتتجارى الشرعية بفعل الضغوط وهو ابتزاز ممتد للتحالف العربي الذي ربما إلى حد ما كل هذه الضغوط تمارس من أجل إبقاء الحوثيين إلى الجنوب من المملكة العربية السعودية إبقاء هذا المسمار مستمرا وألمه دائما داخل خاصرة الأمن العربي لشبل جزيرة العربية الهدف الأساسي بقى هذه الجماعة أداة لتقييد سعر النفط للتحكم بأسعار الطاقة لإعادة رسم المشهد داخل المنطقة العربية إجمالا الموضوع أكبر من المسألة اليمنية هذه الجماعة أصبحت جماعة ذات ارتباطات دولية كبيرة وهي من تجير هذه المسألة كلما تحركت الشرعية خطوة إلى الأمام تحرك المجتمع الدولي كالمذعور كان السفير البريطاني والخارقية البريطانية أشبه بالمذعورين أي ربما أنا شخصيا كانوا يذكروني بما كان يحدث في الفوكلاند تماما الأرجنتينية المحتلة من بريطانيا وكانت مسألة الاقتراب من ميناء الحديدة أحدثت حالة من الهستيريا في المجتمع الدولي حركات لجميع وزراء الخارقية إضافة إلى أنها وصلت إلى وزارة الدفاع المسألة معروفة تماما ولكن كيف يمكن التواجه معها؟ الحكومة ذهبت مقبرة بكل تأكيد على حضور المفاوضات ليس قرارا اختياريا منها لكنه قرض دوليا يجب أن تحقق بريطانيا اختراق وهناك نوعا من تبادل الأدوار القوية في ظل العزال كل من روسيا والصين في قضاياها الداخلية تبقى كلا من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا أطرافا في معادلة حين يلين الموقف الأمريكي يحدث قساوى مخيفة في الموقف البريطاني مثلث مرتبط بطريقة تجارة دولية وبتأمين شمال المحيط الهندي ومرتبط أيضا بدرجة أساسية بالنفط والغاز بريطانيا بدأت تحركات مخيفة داخل المنطقة منذ أن ظهر الصينيين تحديدا في الباكستان وبدأ أول اختراق من قبل الصين للكمونول بدأت بريطانيا حركة استيرية داخل المنطقة وهي تحاول أن تحفظ عدوات لتواجدها مع الأسف الشديد همالك ما أعتبره أنا هنا كمواطن تواطر من الحكومة الشرعية الإيمانية مع الحوثيين فيما يطرحونه هناك لا منطق من المنظمات الدولية والجانب الإنساني دعنا في هذه النقطة أستاذ عبدالهادي نشرك معنا في الحوار المحلل السياسي أستاذ عبدالوهاب الشرفي الذي انضم لنا عبر الهاتف من صنعاء أرحب بك أستاذ عبدالوهاب كيف ترى بداية هذه المشاورات المبعوث الأممي بالفعل أعلن أنه غدا ستبدأ هل تتوقع نجاح هذه المشاورات ما الذي ستصل إليه بالضبط نساء الخير لك ونبيضك الكريم ونساء المشاهدين الأكارم وربما هناك أمور معينة نحن مميزة بالنسبة لهذه المحطة سواء على مستور المحطة السابقة الوصول تم بينما هو تعثر في المحطات السابقة وهناك أيضا مميز عن كل المحطات السابقة والمتمثل بأن هناك اتفاقات أساسا تجرت وأصبحت المسألة متعلقة الآن بجدورة فيها مثل قضية اتفاق تبادل الأسرة والاستفاقات المتعلقة بخصوص السعر الصارف ومعاليه ومراعات الجوانب الإنسانية نعم استطاع بلوهاب شكرا وبالتالي يظل المؤشرات جيدة فيما يتعلق بالجانب الإنساني لكن إلى حد الآن الجانب السياسي لا زل يراوح في نفس نقطته المتمثلة في عدم الاتفاق أساسا على الإطار الذي سيتم النظر إلى الجوانب السياسية المتعلقة بمؤسسات الدولة لا زلت حكومة هذه كيف في نفس موضعها المتمثل بالمرجعيات وأنصار الله أيضا بالطرف المقابل لا يسلموا بهذه النقطة وبالتالي يمكن أن نخرج بنتائج في الجانب الإنسانية بينما المؤشرات بإغلاق الملف سياسيا على ما يبدو أنه سيكون مصيره الفشل طيب ما هي دلالة وجود هذه الأسماء في وفد ميليشي الحوثي لمشاورات السويد نتحدث عن ناطق الرسمي محمد عبد السلام جلال الرويشان خالد الديني عبد الملك العجري غالب مطلق حميد عاصم سليم المغلس إبراهيم حجري وكذا ثقاف عمر علوي عبد الملك الحجري عبد المجيد الحنش ويحيى علي نوري طبعا الوافد هو الآن مشكل ومن توليفة واحدة يعرف الجميع أنه هو أفد أطراف صنعه كان وفدين والآن أصبح وفدا واحدا الرئاسة أصبحت لمحمد عبد السلام بصفته يعني ممثل لأنصار الله وهو أيضا لا تكرر في جماعة أنصار الله وأصبح الوافد الآن وفدا واحدا هذا ربما يساعد في كثير من القضايا يعرف الجميع بأنه كان هناك أحدى النقاط التي كانت تؤدي إلى توترات كتابية تظهران الجنوب مثلا كان هناك شيء من الخلاف فيما يتعلق حولها بين الوافدين السابقين المشكلين من أنصار الله ومن المتمر لكن الآن بما أنه وفد واحد ربما أن يساعد هذا الأمر في تبني وجهة نظر واحدة تجاه أي من القضايا التي سيتم بحثها باعتبار باعتبار ماذا لأن الصوت انقطع قليلا بعد في تلك النقطة أنا قلت بأنه الآن توحيد الوافدين في وفد واحد بالنسبة للمؤتمر والأنصار الله هي تعد نقطة إيجادية لأنها ستمكن من تجاوز عائق كان موجودا أساسا بين الوافدين وفدي صنعاء كان هناك كضايا هذه الكضايا لم يكن متفكين فيها ومن أبرزها نقطة ظهران الجنوب الآن ربما يصبح موقف طرف صنعاء موقفا واحدا من كل التفاصيل التي ستناكش وتطرح وسنجاوز مسألة التوترات التي ترتبت على الاختلاف في بعض التفاصيل بين مكوني تفاوض ويصبح المسألة الآن طرفان ربما كامل الترار في مختلف الاتجاه أنصار الله هو طرف واحد الآن طرف صنعاء طرف واحد وطرف هذه هو طرف واحد من البداية لكن الخلل الموجود كان موجودا في تركيبة صنعاء الآن ضبط ما تم تجاوزه وهذا أمر سيساعد بكدر كبير على أن يتم التقدم في النفاة التي سيتم بحثها أشكرك أستاذ عبدالوهاب الشرفي المحلل السياسي كنت معنا عبدالهاتف من صنعاء بالعودة إليك أستاذ عبدالهادي يعني حديث سيد الشرفي كان يتعلق حول طبيعة تكوين وفد الميليشيا برأيك النقطة التي ذهب إليها في أن هذا الوفد موحد الآن هل ستفرق بشيء؟ هل يمكن أن تسهل عملية التشاور في هذه اللحظات أو في هذه المرة؟ أعتقد أنها سوف تسهل لو كانت النوايا تسهيل لكن الحوثيين فقدوا صالح بقتلهم صالح فقدوا كتلة المؤتمر الشعبي التي كانوا يعتبرونها الخط الأليم في التفاوض وهم يمسكون الخط المتشدد أي أنهم ثعبانا برأسين هكذا كان الحوثيين وقدمون أنفسهم بأن يستخدموا المؤتمر الشعبي عندما دخلوا مرحلة الضعف كانوا يرسلون رسالة للعالم أن من يقاتل طرفان متحالفان هم الحوثي والمؤتمر الشعبي لجماعة صالح لكن بقتلهم صالح ظهرت الحقيقة متقلية اليوم يحاول الحوثيين إيهام العالم أنهم أطراف متعددة وليس طرفين هذا ما يستشف من كلام الأستاذ عبدالوهاب وهو كان صريحا وواضحا فيما طرحه وذهب إليه في هذا الجانب أي أن الحوثيين لديهم الآن بدائل كان لديهم بديلا واحدا اليوم لديهم بدائل أي أننا مكونون من أطراف سياسية وبالتالي ليست هناك مرقعية واحدة لنا بل مرقعيات وهو العكس من ما ذهب إليه الأستاذ لا أعتقد أن هؤلاء ينهون حل المسألة أو الرسول إلى حالة من التفاوض الحوثيين يسعون إلى اعتراف دولي بهم كطرف وهو الحقيقة التي يجب أن نراعيها وأن نتعامل معها الحوثيين اليوم يسوقون أنفسهم يبدلون مجهودا كبيرا في مقابل حالة رضوخ مع الأسف الشديد من السلطة الشرعية التي لها سفارات في الدول الخمس تكون نائمة تماما لا تتقاوز ربما بعض التصريحات لبعض الوسائل الإعلامية من الدرجة الثالثة سواء في واشنطن أو لندن أو باريس أو موسكو هذه اللأواء سفاراتها في مختلف دول العالم لم تستطع التأثير على منظمة واحدة من المنظمات الإنسانية ولم تستطع أن تشرح ما الذي يجري وحقيقة ما يدور على العالم أن يتعامل أولا أن هناك سلطة شرعية وانقلاب وعلى أساس يتم التفاوض من العضو الممثل في هيئة الممتحدة؟ العضو الممثل السلطة الشرعية إذن على العالم أن يتعامل وفق هذه الآلية على السلطة الشرعية أن تحاول ولو من باب المحاولة الضغط على الأمم المتحدة أن ما يمارسه ممثلها ومنظماتها هو تقويض للسلطة الشرعية لماذا حالة القمود والخوف وحالة التردد ما تمارس من ضغوط هناك أطراف الآن مع الشرعية هي ممثلة في التحالف العربي والشرعية وحلفائها الداخليين والتحالف العربي يجب أن لا يدور الجميع في قالب واحد الحوثي لا يدور في قالب واحد وهو صاحب القرار المطلق صاحب القرار المطلق هي الليجان ما يسمى بالليجان الشعبية للحوثيين وهي جماعة إيدولوجية تدور فتدير المناطق التي تسيطر عليها هي اليوم محمد عبدالسلام هو قائد الوافد لو أراد أن يحقق اختراقا لا فرض هو ولن يعترض أحد من المتواقدين لأنهم أشبه بمعتقلين أو أنهم جميعا سوف يواجهون نفس المفتصية هل أفهم منك أستاذ عبدالهادي إذن مسألة الحديث على أن الحوثيين سنتظرون توجيهات من طهران أو ما شبه قد لا تكون موجودة الآن باعتبار أن رئيس وفدهم هو محمد عبدالسلام التوجيهات سوف تظل ليست من طهران بدرجة أساسية التفاهم بين طهران يتم ما بين طهران وعبد الملك الحوثي ومران تحديدا وبالتالي ليس محمد عبدالسلام إلا لوحا عكاس لما تصدر إليه من توجيهات من حاور الحوثي سواء في مؤتمرات الحوار أقصد هل يملك التفوير؟ هل يتقى عبد الملك الحوثي بمحمد عبدالسلام حتى لا تضطر الأمور إلى التواصل وأخذ المعلومات من صعدة أقصد؟ هل ستكون المسألة سلسة أم ستكون هناك عراقيل في ما يتعلق بأي نقاط يتم التشاور حولها؟ سوف يرجع نحمد عبدالسلام كما اعتدنا من الحوثيين دائما في كل صغيرة وكبيرة وفي أتون التفاصيل إلى توجيهات تصدر إليه من صعدة قد يكون هناك مكاتبا للإيرانيين كما كانت في سويسرا أو كانت أيضا عبر النيت وعبر وسائل الاتصال وهم بالكويت اليوم في أوروبا المسألة أكثر حرية هناك مكاتب من المخابرات الإيرانية وحزب الله وهم من يديرون هذه المسألة محمد عبدالسلام ليس سوى أشبه بأراجوز في هذه المسألة هناك من يحرك هذه الدماء من خارج الإطار هي تتحرك وفق خطة وفق استراتيجية محددة هناك مجالس إسناد إنسانية وحقوقية هناك منظومة متكاملة تتحرك مع الأسف الشديد برغم كثرة الشرعية ومؤيدية وحلفاءها لكنها تفتقر لخطة عمل منظمة متكاملة في المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية لو أن الشرعية تتحرك بربع الكفاءة التي يؤدي فيها الحوث هذا يدفعنا للحديث عن وفد الحكومة الشرعية قبل سنوات أستاذ عبدالهدي هذا يدفعنا للحديث للحديث الإشكال أنه وفد يعني الوفد مكوّم من وزير الخارجية خالة اليماني وكذلك عبدالله العليمي مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالعزيز جباري مستشار رئيس الجمهورية ياسيم مكاوي أيضا مستشار الرئيس محمد العامري وزير الدولة علي عشال عضو مجلس النواب عثمان مجلي وزير الزراعة والري رانا غانم الأمين المساعد للتنظيم الناصري مروان دماج وزير الثقافة والقيادة بالحزب الاشتراكي العميد عسكر زعيل الملحق العسكري بتركيا هادي الهيج عضو مجلس الشورى والقيادة في المقاومة التهامية أحمد غالب عضو اللجنة الاقتصادية هذا الوفد الحكومي إلى أي مدى هذا التنوع الموجود فيه ربما إن صاح التعبير سيكون مساعدا في ما يتعلق بموقف أقوى وكذلك موقف مفوض يعني إلى أي مدى هؤلاء مفوضون بالحديث عن الشرعية في هذه المشاورات أعتقد من تركيبة الوفد أنهم مفوضون جدا هم يمثلون الترويكة السياسية اليمنية أولا وهذا هام جدا أي أن كل التنظيمات السياسية أو المكونات السياسية المؤيدة للشرعية متواجدة هناك ممثلا للحكومة ممثلا بوزير الخارقية هناك ممثلا للرئاسة هو مدير مكتب الرئيس وهناك بالمقابل ممثلا لأكثر نقطة ساخنة على الأرض في المواقهة العسكرية وهي مدينة الحجيدة أي أن الموجودين مكونون من جميع الأطراف إضافة إلى أن الحكومة اليمنية دفعت بأستاذ أحمد غالب إلى أتون هذه المسألة لتطرح إنجازاتها البسيطة فيما يخص المسألة الاقتصادية ولممارسة أي أنهم ذاهبون فعلا لتفاوض لكن الملاحظة في وفد الحوثيين أنه ذاهب لإعادة ترتيب أوراقه لمزيدا من التمترس في هذه المناطق وبالتالي أنا شخصيا أحمل من الآن الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي مسؤولية من سوف يسقطون في المناطق التي توقفت عندها العملية العسكرية ضحايا للألغام والقناصة الذين تمركزوا في هذه المناطق منذ أن تم إيقاف العملية العسكرية هذه مسؤولية تتحملها المملكة المتحدة بريطانيا العظمى تحديدا هي من أوقفت هذه العملية هل تتوقع أن المبعوثة الممي حصل على ضمانات في هذا السياق حتى يدعو إلى المشاورات بهذا الشكل هل تتوقع إيقاف لإطلاق النار؟ لا أعتقد اليوم ما لدينا من معلومات أن الحوثيين يحفرون خنادق يزرعون ألغاما بلا خرائر وأنا دقيق فيما أطرح يزرعون ألغام في الساحل التهامي بدون خرائط سوف تحول هذا المكان إلى منطقة محظورة الحركة تماما على الأرض لخمسة إلى عشر كيلومتر على الأقل أي حقول ألغام كتلك التي زرعت في بقية المناطق نحن نتكلم عن استخدام أسلحة دولية محرمة بإشراف الأمم المتحدة ولا نسمع عن أي ذكر لهذه المسائل من قبل المؤسسة الدولية أو مجلس حقوق الإنسان التابع لها استرخصنا تماما إلى أبعد درجة ممكنة كأننا لسنا جزء من البشرية أولئك المواطنين القاطنين في المناطق المحررة أو خطوط التماس التي تحاول الأمم المتحدة أن تجعل منها جغرافيا اليوم على الأراضي اليمنية مع الأسف الشديد هناك حالة من التقاري هناك حالة من الإنصياع وهناك حالة من الجدية تبديها الحكومة اليمنية في حين ما تمارس الحكومة هو تخل عن واجبات إلزامية بأنها تتقارى مع قوة تعمل على ما نسميه تقويض سلطتها في المناطق الشرعية ودفع البلد بكل قوة إلى أوتون حرب أهلية طيب أسف عبدالهادي في سياق الحديث عن الموقف الدولي ما هي فائدة أو ما هي الاستفادة التي يمكن أن تحققها المملكة المتحدة إذا اتفقنا على وجهة نظرك فيما يتعلق بموقفها من الحكومة الشرعية وموقفها من الحوثيين ما هي المصلحة في أن يظل الحوثيون بهذا الشكل وبهذه القوة في الساحة اليمنية أعتقد أن المسألة بدرجة أساسية التحكم في أسعار الطاقة هذا العصر هو عصر الطاقة بشكل عام ومنطقة الخليج العربي تحديدا هي القوة التي يمكن أن تؤدي في حالة مزيد من الضغوط الأمريكية التي تسعى إلى تخفيض سعر إنتاج النفط بحسب العادة أو لكي تستفيد الولايات المتحدة في حين ذاك يضرب بريطانيا برغم أنها بلدا صناعي كونها من المنتجين الكبار بالذات فيما يخص نفط بحر الشمال هذا أولا الجانب الآخر بقى منطقة هذه المنطقة مضطربة تماما ربما تدفع أو تستفيد بريطانيا إذا بقت هذه المنطقة ومدخل البحر الأحمر الجنوبي مضطربا أكثر ووصلت إلى حالة من المواجهات وانفجرت بعض الألغام البحرية قد يؤدي هذا إلى رفع بوليصة التأمين على النقل والتجارة الدولية في هذا الخط وبالتالي تستفيد الشركات البريطانية التي كانت تعاني أزمة وتتخذ من لندن مقرا لها وبريطانيا هي المرقع الأكبر لهذه المؤسسات والشركات الدولية يدرك بعض المختصين دور المارغريت تاتشار في إنهاء الحرب العراقية الإيرانية بعد أن رمى الإيرانيين مئات الغلغام في الخليج العربي وما مدى التأثر الذي تأثرت به ما نسميها بشركات التأمين التي هددت بريطانيا أو هددت حزب المحافظين يومها أن تاتشار سوف تكون آخر القيادات التي تصل إلى السلطة واعتبار القوة المالية أو القانب الكبير في الرأس مالية البريطانية يعود شركات التأمين هذا أولا القانب الثاني تجارة الأسلحة وأيضا منظومة المصالح التي سألت العباها بانتزاز دعنا نقف في هذه المقضة أستاذ عبدالهدي عند ثانيا عند مسألة الأسلحة لكن فيما يتعلق بالمشاورات أرحب بمن ينضم إلينا الآن من فريق غرفة الأخبار لتغطية مؤتمر السلام في السويد أستاذ مصطفى نصر أهلا بك أستاذ مصطفى دعنا نبدأ بهذه التسمية غرفة الأخبار لتغطية مؤتمر السلام هل يعتبر ما يحدث في السويد مؤتمر السلام أم هي مشاورات في حقيقتها هي مشاورات طبعا لبناء الثقة وتمهيدا لتوقيع على اتفاقية السلام دائم وشامل هذه المشاورات تركز لأول مرة على الجانب الاقتصادي الملف الاقتصادي حاضرا في هذه المشاورات وكان هناك أيضا إجراءات بناء ثقة أتصور أنه سيتم تعزيزها خلال الأيام الأولى من بدء العملية السياسية كما أعلن عنها المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن فبالتالي هذه المشاورات هي مشاورات لبناء الثقة سيليها خطوات أكثر جدية في الموضوع ونتوقع أو هناك تفاؤل على الأقل من قبل كافة الأطراف متفائلين بأن هناك استعداد لإيجاد سلام دائم في اليمن ونأمل أن يصل اليمنيون إلى هذه الخطوة خلال هذه المشاورات طيب بالحديث عن الجانب الاقتصادي عضو الوفد الحكومي في الجانب الاقتصادي هو أحمد غالب هناك الكثير من التحذيرات على المستوى احتياجات الناس ومدى الوضع الاقتصادي الذي وصل إليه شعب اليمني عموما من أغلب المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن هل يعني أن التركيز الآن والضغط الدولي سيكون على وقف أي تصعيد في مناطق الصراع على وقف الحرب بشكل كامل أم أن لن تخرج المشاورات بهذا الشكل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه اليمن هو واحدة من الدوافع الأساسية للضغط الدولي من أجل إيقاف الحرب وبالتالي واحدة أيضا من خطوات بناء الثقة ستركض على هذا الجانب ما يتعلق بمثال الدفع المرتبات وأيضا فتح المطارات وغيرها من الخطوات الاقتصادية التي ستتم فيما يتعلق بالبنك المركزي وغيرها هذه من النقاط التي سيتم طرحها بالإضافة إلى النقاط بناء الثقة فيما يتعلق بموضوع الأسرى والمعتقلين وأيضا موضوع تسفير ما قد تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية من سفر القرحة وغيرها وبالتالي هذه كلها خطوات لبناء الثقة والمعلومات تحدث عن أنه سيتم تعزيز هذه الخطوات خطوات بناء الثقة أو نقاط بناء الثقة خلال بدء المحادثات كلا على حدى سيقوم فريق المدعوس الأممي بالتفاوض مع كل وفد وبالتالي التوصل إلى نقاط مشتركة ثم البناء عليها مستقبلا يعني بالفعل المشاورات ستكون غير مباشرة حسب المعلومات المتوفرة حتى الآن أنها لن تكون مباشرة في بداية الأمر لكن لم يتم الإعلان حتى الآن بقدوة الأعمال والخطوات الواضحة حول هذا الجانب أتوقع أنه يتم الإعلان عنها خلال الساعات القريبة طيب هل تم تحديد موعد لانتهاء هذه المشاورات أم أن المسألة لازلت بعد مفتوحة في تطوري أنها خلال عشرة أيام تقريبا هذا الموعد المبدئي لكن هل سيتم التمديد أو من غير الواضح حتى الآن لكن تم الإعلان عن أن المشاورات السياسية ستبدأ غدا وهذا بالتأكيد مؤشر إيجابي على العقاد هذه المشاورات وأيضا حضور هذه الوفود إلى ستوكولم أعتقد أنه مؤشر أن هناك فعلا رقبة مبدئية من كافة الأطراف بالقلوس على طاولة لإحلال السلام طيب فيما يتعلق بالدول المراقبة لهذه المشاورات ما هي أبرز المواقف ما هي أبرز الدول التي ستراقب هذه العملية بالفعل لا تقد حتى الآن معلومات دقيقة عن من سيحضر من هذه الدول لكن ما تم إعلانه حتى الآن أو الحصول عليه أن هناك عدد من السفراء والبعثات ستكون موجودة أيضا هناك لجان أخرى متابعة للمبعوث الأممي أيضا ستكون متواجدة في هذه المشاورات في تطوري أنها غدا ستتضح كثير من الأشياء في هذا الجانب ويمكن معرفتها غدا بشكل مدق أشكرك أستاذ مصطفى نصر عضو فريق غرفة الأخبار لتغطية مشاورات السلام في السويد كنت معنا عبر الهاتف من ستوكون بالعودة إليك أستاذ عبد الهادي في سياق هذه المعلومات هل سنذهب بنظرة تفاؤلية إلى هذه هل يجب أن يتفاؤل اليمنيون نحو هذه المشاورات أم لا لو كان اليمنيون يمتلكون إمكانية للتفاؤل لكانت هذه المسألة أثناء مؤتمر الحوار الوطن ولا كانت بعدها ولا تلتها ولا مرت عبر أربع سنوات لكم في حالة من التفاؤل نحن أمام جماعة نهب تاريخي ما لا يمكن أن يدرك اليمنيين هذه جماعة نهب تاريخي جماعة خارجة من العصور الوسطى بكل قوتها جماعة تختزل القوة في فواهة البندقية هذه الجماعات كما قال لوران كابلة تماما حين الحديث عن ما كان يقري في الكونغو قال لوران كابلة إن هذه الجماعات لا يمكن أن يفتح آذانها لسماع صوت العقل والمفاوضات إلا أصوات المدافع وأزيز الرصاص هذه جماعة شعارها الموت شعارها الموت جماعة انتحارية لا شعارها الموت لا ارتباطات منحددة تؤدي دور هذه الجماعة إلى الآن لا نعرف ماذا تريد تماما هي تعتبر القتال للقتال القتال للقتال كأنه جانبا قدري جماعة لم تصطلح مع 1500 سنة من التاريخ جماعة تبحث عن ثارات لمقابر أصبحت غابرة هذه الجماعة ترى نفسها جماعة سلالية علينا أن نناقش آلية الفكرة هذه المسألة لم تخضع قوى الحرب العالمية الثانية إلا عندما سقطت الأولى ثم الثانية والثالثة هددت بسلاح فتاكن جدا كلاهما أعلن الاستسلام يبدو أن الجميع يذكر من أعماقه هو ويتخيل نفسه بدلا عن هذه القوى هذه القوى لا يمكن أن تخضع ما لم تكسر عسكريا وإذا لم تكسر عسكريا فإنه لن يكون هناك سلام ما سوف يجري هو تخديرا مؤقت لتنفجر هذه المشكلة أعنف وأقوى خلال أسابيع هذه الحقيقة المرة التي يجب أن يعرفها أما الأمم المتحدة فهي تبحث لتشغيل عشرات من المنظمات الدولية التابعة لها ولتبتز دول الخليج مبالغ كبيرة تذهب كمجهود حربي لاستمرار جماعة الحوثيين في أداء دور قادم لن يسمح الغرب بأن يحقق التحالف العربي أيًا كان ولو نصراً وهمياً لن يسمح الغرب لم يسمح لناصر وهو رجلاً كان يمتلك قدرة غير عادية وقوة ووضعاً تاريخياً مختلفاً عن اليوم لم يسمح له بأن يقدم انتصاراً محدداً في العالم العربي وكذلك لم يسمح للعراق وتحالفاته ثم سوريا ودول الصمود والتصدي أي أن الجمهورية العربية وأي تحالف عربي أيًا كان حجم هذا الانتصار لو كان يستطيع ربما كان استطاع أن يحل مشكلة سودان الصمال وبعض المشكلات العادة داخل العالم العربي وهو اليوم أمام اختبار في المغرب نعم إذن أشكرك أستاذ عبدالهدي العزيز فبالتالي علينا أن لا نتفاعل التفاعل معنات مقدمة على تواجدك معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصال في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحياتي زملاء الطاقم العمل الفني والتحريري إلى اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر